نقطة التصريحات وطبيعتها وكيف تنعس ولكن اسمح لي فقط أن أشير إلى هذا العاجل الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل حسين أو حسن عفوا خليل ياسين القيادي في استخبارات حزب الله في غارة الضاحية اليوم إذن الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل حسن خليل ياسين وهو قيادي في استخبارات حزب الله في غارة الضاحية اليوم كنا قبل قليل أشرنا وفقا لبعض المصادر بأن المستهدف كان هو نبيل قاووق هو استهدف في غارة إسرائيلية لم يتم النفي بما يخص استهداف نبيل قاووق ولكن جاء التأكيد باستهداف حسن خليل ياسين وهو قيادي في استخبارات حزب الله وفقا للجيش الإسرائيلي ومن الممكن أيضا أن يكون القياديين أو هذان الشخصان قد اغتيل ستتضح المعلومات في ربما الدقائق أو الساعات القادمة